نانا المنشدة الدينية إيمان السوالحي أهلا بيك يا إيمان أهلا بيك ومعانا من أسرة إيمان الحج عبدالعزيز الجد أهلا بيك حج أهلا بيك ومعانا أخت إيمان إسراء أهلا بيك أهلا بيك ومعانا أيضا أخوها الكبير إسلام السوالحي أهلا بيك أهلا بيك وفيه عضوة أنا عارفة تاني فيه طبعا الأب منشغل بس على طول أنت بتقوليني مشغولة على طول وفيه كمان أخ تاني بس جمال 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 مش معنا النهاردة مشغول برضو في الدراسة انتو كلكو لسه محتفظين ببيت العيلة يا حج عبدالعزيز في الده أهلية ببناتك وولادك وأحفادك موجودين حواليك كم ولد وكم بنت حاج ليه أنا عندي أربع رجالة أربع أولاد وبنتين وكلهم في الده أهلية حواليك موجودين وبيتجمعوا عندك واللي اتجاوز اتجاوز واللي موجود موجود لسه لا اتجاوزوا كلهم كلهم اتجاوزوا اتجاوزوا البنتين والأربع رجالة تمام وبيتجمعوا في بيت العيلة في بيتك امت بقى في منهم له شقة عندي ومنهم ساكن برة طبعا بيمروا علينا وعلى والدتهم وفي المناسبات في رمضان كلنا بنبقى أسرة واحدة بنفتر مع بعض في الأعياد في المناسبات في الخميش والجمعة اللي بعيد بيجي لنا يشوفنا وكده يعني يعني الواحد بيحب يسمع الحكاية دي علشان جو العيلة والترابط وبيت الجد اللي هو مفتوح لكل الأحفاد ويبقوا حواليه أسعد يوم عندي في حياتي أسعد يوم أن يوم يبقوا ملومون حواليه وأجب لهم كل ما أقدر عليه وببقى شعيد لما أعجمهم لما يومهم كلهم حواليه وأحفادهم وأحفادهم ما تشبونيش هم يعني في شوق عندي وبتاع وكلهم بتزيلوا علينا إحنا الاستقبال تحن الإدارة إحنا الإدارة تحن الإدارة عندنا اللي عاوز ينام بنزل ينام واللي عاوز يأكل بنزل يأكل يعني معنى كده أن على طول الحاجة تبقى طبخة للعدد دا ويبقى عندها أكل بالزيادة عشان على طول الحمد لله يعني مش كلام عندنا الحمد لله أنا دايما عندنا البيت مفتوح للكل حتى للأقاربنا اللي يجي بيأخد واجبه ويأخد بيافت أنا تعودت على كده وببقى شعيد لما يجينا ضيف أشعد يوم في حياتي لما بخش عليها ضيف لو هيكل اللي أنا هاكله الله عليك يومك دول المصريين والله شد كده أنا بسألك الأسئلة دي بدأت شواء على قدي كفحت ليل ونهار 24 ساعة لديت مربطهم في الجامعات وما خلت أنا خدت ابتدائية قدتهم اللي أنا حرمت منه إنهم يكملوا تعليمهم إنهم يكملوا تعليمهم عندي من الأستاذة أم الأستاذة إيمان ومن الأستاذ إسلام مدرسة إنجليزة موجهة النهاردة في إدارة مينية الناصر في جنبين ماشاء الله فكلهم يتعلموا يا حد أولادهم وعند أشرف باكاليوش تجارة ومجيوش دكتورة أي وعند محمد معاه كلية أداب أي وعند سامح مهندس كلية هندسة في السعودية كنت بتكافح وتشتغل سواء وليل ونهار كنت بواسن ليل بالنهار من أجل إننا نوفر لهمة العيش الحلال وربهم تربية صلحة تربية حسنة ربنا يدي لك الصحة لأنني عشان لما موت يقول الله يرحم أبوهم بعد الشر ربنا يدي لك كل صلحة كلنا لو حدا يقعد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلنا هنموت بس بالمعاد كله قاعد بيجي دوره هي محطاتي حد بس بقى الزكرة العترة وكان أبوهم صالحا ربهم ما أزوش حد ما أعتدوش على حد شيرتهم طيبة تعاملهم مع الناس حلو محبوبين بين المجتمع بيفيدوا المجتمع ما بيضروه شي دي لماذا شو في حاج اللي يسمعك بتتكلم أولا استحال يقول إن معاك ابتدائية بس يقول إنك مكمل تعليمك يعني وحنا دايما بنقول الثقافة ملهاش علاقة والممارسة والتجربة من الحياة العملية في الإلقى أمسك الميكروفون أخطب يعني في مرة كنا بنعمل دعاية لمرشح من المرشحين ووكيل وزارة كان في الأزهر في الأوقاف خطب وأنا مشكت الميكروفون وراها احتضني وأعدي بوص فيه إنت تخرجت مننا جامعة إنت طالع منها كلية إنت مشحتيني أيوة الله إذا حصل قلت له دي من عند ربنا دي موهبة مفوه كده من عند ربنا بتقرى قرآني حاجة ها بقرى قرآن بتحفظت على قد يعني في رمضان مواظب قوي في غير رمضان مثلا شفحة بتاع بسمع الكرآن وجيد الكراءة بحب دايما نجيب الجرائد عندي شقافة في الفجراء ده غير بقى التجربة اللي هي من الحياة بقى العملية بقى ووقع الحياة اللي انت خدتها كنت دايما وأنا بشتغل مجهد وبتاع وكنت أتعمد أنني يوم ويوم أو كل أسبوع أفوت على المدرسة اللي فيها أولاد يا أستاذة البنت دي ما بتقراش كوي متابع كوي متابع طب يا حاجة أنا حرجعلك تاني بس احنا معنا بقى نجمتنا النهاردة منشدة دينية أنا ببقى مش عارفة قديمك أقول فنانة ولا المنشدة الدينية وببقى خايفة ان الصراع دي بقى جواكي انت كمان يعني انت عائلة محافظة جدا عائلة تكتل لست عايشين في الده أهلية وفي نفس الوقت انت اخترتي الفن حتى لو كان الإنشاء الديني فهو فن كيف مش بتحسي بالصراع دي ايمان جواكي بين الفنانة وبين الإنسانة المتدينة المتحفزة اللي عالتها لسه متمسكة بالتقاليد ومتحفزة قوي ما نكادش بصراحة هو فعلا الصراع ده موجود جواكي كدا يمكن من ساعة ما دخلت الوسط الفني وابتدى يكون لي اسم يعني ما بقتش مثلا كمجرد مقلدة لبعض ما شيخنا القبار أو لبعض المطربين زي طبعا المطربة العظيمة اسمين الخيام لما بدأت اللي أنا أشتغل لوحدي وعمل اسم اللي هو إيمان الصوالح ان يكون أنا بشخصيتي ابتدى الصراع ده جوايا خصوصا انت خلاص بقيت في الوسط الفني وبقى ليك مسئولية هيطرة هتفضلي عسابت على نفس الموقف وتحاول تنميه وتنحاول تنمي الهدف ولا هتحاول انك تغيره أو تدخلي مجال تاني ممكن يكون أوسع من المجال اللي انت حباه أو حبة تنميه في المجالات الفنية أو سواء في الأراضات المادية وصعب صعب ان انت تحفظي على التوازن ده ما بين الحفاظ على التقاليد وما بين العالم الفني أصل ممكن برضو انت تمشي بمفاهيمك وبمبادئك انت مش دوري كل اللي يبقى في الوسط الفني ينجرف المحترمين كتير ده صعب ولا سهل لا مش صعب أبدا مع الإراضة ومش صعب مع المبادئ والأخلاق الصحيحة اللي احنا تربين عليها من صغرنا دايما يعني أنا مثلا في الوسط الفني والدتي ما كانتش دايما بتسيبني خالص كانت كل طريق ليا أو كل خطوة ليا كانت بنصيحة أو كانت بحكمة يمكن هي اللي كانت بتشجعني اللي أنا أكمل بس كانت دايما بتقولي حاجة يمكن الأخلاق والمبدأ اللي انت تربتي عليه هو اللي هيفضل حفظك من أي شرق وعارفة ايه كان اللي يحفظك اللي يحفظك غير طبعا المبادئ والتدين وده أساسي اللي يحفظك ان انت صاحبة موهبة حقيقية مش مدعية فانت مش مضطرة غير اللي بتظهري موهبتك وتقدميها وساعتها تفردي نفسك طب أنا أعجي الإسراء بقى إسراء أصغر طبعا منك إيمان إسراء انت يعني ما فيش اتجاه للغنى ولا أنت عايزة تبقى إعلامية ده اللي أنا فهمته منك قبل تسجيل أنا يعني ميالة للإعلام شوية أو ميالة لإعلام شوية نفسي أبقى إعلامية وأعمل حاجة جديدة أو مختلفة عن الموجود حاليا مش تبقى مثلا أعمل حاجة للمرأة أو حاجة للسياسة أو حاجة للطب كذا واحد عمل كده يعني برامج متخصصة في السياسة أو المرأة أو برامج جديدة الطب ده عايزة متخصصة أنت تستضيفي بقى طبيب آه يعني عشان تقدمي المشورة والمساعدة آه أنت عايزة تقدمي عن طريق الإعلام عن طريق الإعلام يبقى حاجة تالة يبقى في هدف تفيد الشخص التاني أو مش يبقى مجرد كلام أو أخبار ممكن يسمع من كده محطة أو من كده شخص آخر مش عايزة تقدمي كمان الترفيه يعني الترفيه حاجة أساسية بالنسبة لي وبالنسبة لكل الموجودين بس زي ما احنا بنرفع نفسنا قويس وبنعرف إزاي نبسط نفسنا برضو نعرف إزاي نفيد نفسنا ونفيد غيرنا نفيدهم في كل حاجة والصحة أهم حاجة عند الناس فأنت ميال أن تقدمي برنامج يكون صحي وطف صحة لأن دلوقتي لو حضرتك لحستي الأمراض حولينا في كل حتة والشخص بقى أضعف كائن موجود على الأرض لإنسان لأن أنت تزيد الوعي عند الناس وتوعيهم الوعي بالصحة والوعي بالقيمة محدش بيحس بصحته غير لما يروح محدش بيحس بإميته غير لما تروح طيب إسلام يعرف ناسك بقى أكتر لأن أنا ما قدمتكش غير بإسمك أنا أخو أمان كبير أنا يعني اللي شجعتها على المرحلة اللي وصلت لها دلوقتي إنها بدأت من هي صغيرة قرآن الكريم إنها وصلت لمرحلة كويسة صوتها كان رائعة في القرآن بدأت بقى مرحلة مرحلة بعدما كبرت إنها تدندن أو تقلت نقول هنا أن أنت متفتح لأن أنت الأخ الأكبر فعادة أنت في الده أهلية وأختك أنت بتشجحها على موهبة أصيح إنشاد ديني لكن في الآخر ده فن فهنا نقولنا أن أنت فن نادر مش منغالق أو أخ متفاهم ومتفتح وواعي يعني أنا كنت الأول يعني كنت الأول بحس عشان هي بنت أي بنت طبعا أي أحد بيخاف عليها لكن بعد كده تفتت تحت وبعدين هي مشت نشدين يعني فيها ناس عرضت عليها أنها تغني تترات تخش في مجال الغنى بشكل أكبر الغنى العادي بقى الغنى العادي مثلثات مع أن ده طبعا أربح ماديا جدا رفضت كده رفضت صراحة رفضت لأن كان عندي هدف أو كان عندي حاجة معينة أنا بحبك فضل يسلم فهي فهي اختارت المجال ده اختارت اللون اللون ده أنها توصل لمرحلة أنها تغني إنشاء الديني وخصونا بنت أغلب الناس بتطلع رجالك لوقتي مفيش بنت يعني نادر ده تحدي عندها جرؤة عندها تحدي كبير طب أنت بالنسبة لك أنت باقي اسمت خريج إيه خريج تجارة تجارة وبتشتغل شغلك الخاص آه والدي مع والدي مشروع خاص طيب نقول بقى يعني إن إحنا عملين نتكلم عن موهبة إيمان الصوالحي عملين نقول صوت إيمان الصوالحي أكيد مشاهد عايز يعرف بقى الموهبة وأبعاد الموهبة اللي قدامه فأنا حسيبك تختاري بس أنا شخصيا بحب أتمنى أبدأ بمحمد يا رسول الله يعني لو تصلى الله عليه وسلم علي صلى الله عليه وسلم صدري محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله يا حبيب الله يا أمين الله يا نبي الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله دعوت إبراهيم ونبوعة موسى ترنيمة دعوت وبشارة عيسى دعوت إبراهيم ونبوعة موسى ترنيمة دعوت ترنيمة دعوت وابشارة عيسى محمد في الغيوب في لوحي المكتوب محمد في الغيوب في لوحي المكتوب محمد في غيوب في لوحي المكدوب بشرة توز القلوب الرحمة المتاة الرسل والأنبياء سرح عظيم البناء بناه رب السماء محمد منتهى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله يعني لاحظت انفعلاتك يا حج كم انفعلات وانت منفعل قوي متأثر وانت بتسمع ايمان ويعني انا سعيد بها جدا لانها شلك الطريق مستقيم احسن حاجا الانسان يمشي في طريق ربنا وفي طريق الدين والقرآن ومتح الرسول في احسن لان في النهاية المحصلة ان احنا الدنيا هتنتهي وكل كبيرة وصغيرة هنتحسب عليها فحسن حاجة الوهد يبقى في جناح الله وفي شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن برضو حفظك للقرآن وخليك تجودي متحيق لي خليك ايمان بقى الفنانة المنشدة الدينية تجود اكتر وتبني شخصيتها الفنية اكتر وامان اذا كان الحج عبدالعزيز جده يعني اتأثر فانا بقول ان انت بتغني بقلبك انت كمان متأثر بعد الاغناء يعني مش كده الرغم ان انت اكيد بتقوليها كتير اكيد الحمد لله وانتو بقى احساسكو بتقعد لكم في البيت بقى تقول انشدة بتطلبوا منها ولا لا ده ده هي يعني احنا بنطلب منها يا اوه بتقول حاجات جميلة بحاجة جديدة بنتفاجر بلها يعني...